سالي أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن شي يمكن دايما بيشغل بالنا وبكل الفصول موضوع الحفاظ على الوزن لكن بفصل الشتاء بشكل خاص بيحتاج جسمنا للطاقة ولزيادة المناعة دون زيادة بالوزن لنتعرف على الوجبات الغذائية اللي بتزيد طاقتنا من دون سمنة بصمنا أكيد أنه رحب يصبحنا غير لليوم عخصائية التغذية إيفانا يوسف يسعد صباحك إيفانا صباحك حبيبي هلا صباح الخير صباح النور صباح البردات صباح البردات الزحمة تماما يعني إيفانا بفصل الشتاء دائما الجسم بيطلب أكلات ما كتير بيطلبها بالصيف حلو أكلات كمان متنوعة وفي أحيانا بيطلب الدسم خلينا نحكي أنه ما متطلبات هذا الجسم لهيدا الأشياء كيف فينا نحافظ على الرشاقة على المظهر اللائق هلا في شغلات نحنا فينا نعملها بالشتوية لحتى نحمي حالنا أنه نزيد وزن ونفس الوقت ندفي حالنا هلا منفترض نبلش بالأشياء فيها دسم محل ما ناكل أشياء فيها دسم ممكن أوكي ناكل فيها نحنا بدنا الدهن لي دفينا بس نحنا معناتها فينا نتحايا لأنه نحنا طريقة الطبخ أو طريقة المواد اللي عم نضيفها نحنا نغيرها ممكن بدل ما يكون قلي بشكل كامل نعملها قلية وحدة وإنه قلبي وحدة شان تعطي شوية زيت هيك من قلي المسعرات الحرارية ممكن نحولها للشوي منحولها للطبخ على البخار ممكن نفترض مثلا مدل ما نحنا نشرب حليب كامل الدسم ناخد حليب كامل د منزوعة دسم هيك ممكن تقريبا وفرنا سبعين حريرة كمان ممكن قبل الغداء بربع ساعة نمشي ساعة عفوا نقبل ساعة بنمشي ربع ساعة نحنا ممكن وفرنا بهالحالي تقريبا سبعين حريرة أو بين السبعين والمئة حريرة إذا شربنا ثلاث كاسات باليوم خلال اليوم بما أنه هلا برد شاي أخضر نحنا ممكن نحرق باليوم تمانمئة وتسعين حريرة بدل ما نطلع بالأسنصير نطلع بالدراج محل مثل ما قلت ما أكل بطاطا المقلية لأنه هلا فيها قلي وأكتر الغداء وأسهل شي بيستسهلوها ممكن نحنا ناكل سلطة نحنا ناكل فيها كميات كبيرة أد ولو أنه نصف صحن بطاطا تقريبا نجات سلطة ممكن إذا نحن مشتيني الحلو كتير الحلويات نحنا أوكي ما منحرم حالنا منا بس كمان منتحايا لاليا بدل ما نستخدم السكر وهالقصص اللي بتسمين فينا نحط القرفة للرنفول الفانيليا هادول ما فيهم سعرات حرارية ونفس الشي بيعطوا كي طعمة طيبة نكتر من الخضرة نكتر من الفواكي تقريبا تعطين لثلاث ق بطال أنه كمان الفواكه كترتها تتحول لسكر نظام ويصير زيادة وزن هلأ ممكن كمان نحنا نبلش نفطر لأنه آخر الدراسات متى ما فطرنا كل يوم شاتوية هو بشكل عام لازم نفطر بصير الشخص ما بيجوع بصير الشخص بيعطي طاقة أكتر وما بيحتاج خلال النهار للأكلات اللي تدفيه الوجبات كمان المضغ نحنا منناكل ناكل شوي شوي تقريبا بدنا عشرين ثلاثين دقيقة للجسم يبعت رسائل للدماغ انه خلص شبع الشخص هيك مكون تحايلنا أوكي أكل ناكل اللي الأكلات سواء النشاويات بس غيرنا بطريقة الطبخة مثلا ممكن محل الرز ناكل شيء هو غريب هلأ حي سمعوهم مستمعين هي 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 الأرنبيت الفرفطه نطبخه متل الرز بيصير بيعطيه متل طعمة الرز الأرنبيت نفرفطه الزهرة الزهرة تماما ح saúde أول مرة أنا بسمعها منك هاي محل الرز ممكن نحنا ناكله إذا كعم بتير بيعكل رز ممكن أحيانا ماحل البيتزا اللي نحنا بنحبه كلنا هلك نعم نحكي عن البيتزا نأخذ طحين نعم لها طحين من الجوز الهند محل الطحين النظامي يعني هاي شغلات نحنا نضحك على الجسم فيها ونأكلها مثل ما بدنا من نفس الطعامة بالسعرات الحرارية قليلة همبرغر محل ما تكون سمونتين منشوي بيتنجان منحطها محلها طبعا منخفر شوية مايونيز إذا فيه كتير شوية مايونيز منحطه شوية ماء منخليه مري أكتر مشان يقلل من السعرات الحرارية يعني محل خبزة التورتيلة لكتير ناس بتحبها منشي بورقة الكرافز منلفة يعني هادول الشغلات هي غريبة بس نفس الطعامة بسعرات حرارية تاريخ شو نفس الطعامة؟ تقريبا يعني هلنا نضحك على حالنا شوي متل ما قلتي أوقات لحتى نخفف سعرات حرارية بس فيه أكلات يمكن حتى مواد غزائية هي بتعطي طاقة وبتعطي حرارة للجسم خلينا يمكن نذكرها شوي لحتى الناس يعرفوا شوية الشغلات الممكن يضحكوا على جسمهم تمام هي ممكن الألياف النخالة العقائق الكورنفليكس فيه هلأ بمنوع الكاسترا الكاسترا كتير نحنا منيحة للأشخاص بيكون منهلكين القوة وليمعن فقر دم انه يعك تناولوها البطاطا الحلوة البطاطا المشوية دايما نشوي مو نقلي نشوي أو مثلا نطبخها بالبخار لأنه بتقلم السعرات الحرارية كله رز بس بكميات قليلة المعكرونا هادول الدسم محل اللحوم الحمراء لأنه هي بتعطي طاقة ممكن نحنا ناخد سمات وناخد تونة نحنا نكون اخدناها الفيا اوميغا 3 بتعطي طاقة بتعطي حرارة الكافيين تقريبا بيحدود 3 كعسات باليوم ممكن نستبدلها بالشاي الأخضر متل ما تقريبا 890 حريرة بتحرق كعست الشاي؟ 3 كعسات باليوم بيحدود 890 حريرة نجاز نجاز ممكن محل ما نشتهينا كتير الحلو الفواكي بتستعيد عنه عن هلا الرمان الكيوي هدول كتير بتعطي طاقة كتير طيب ونين طيبين أصلا يعني حتى الرمان فين نحطه مع الطبخ البرتقان فيه فيتامين سي الفليفلة الخضراء فيه كميات كبيرة من الفيتامين سي الفاصوليا كل الخضار الخضراء هلا فيها فيتامين سي دي بتعطي الطاقة والدفي ونسبة للمناعة التي الرمان كل الفواكي هلا بتعطيه كالموز برتقان الرمان الكيوي الأشطاي كلها بتعطي طاقة منعطيها يعني مرة أو مرتين باليوم أو طاعتين من كتر كمان مثل ما الفواكي بتزيد سياق يعني تسبب زيادة الوزن تماما يعني إيفانا مثل ما منعرف فصل الشتي في رشح في قريب في سعلة في أكلات معينة وخفيفة الدسا ممكن ياخدها الشخص ليعمل مناعة لنفسه من هدول القصص من الرشح خاصة طيلا كتير عما يعانوا هلا منه ممكن هلا نحن إذا كتير نحب نشرب القرفة الزنجبي الكمون هدول ممكن شوي بتعطيك زيادة مناعة عندك بزيد الرمان فيه مناعة كبيرة كل الفواكي والخضار نحن بدنا نتناول الشتوية أو السفية فيه مضادات أكساديفية بتأول مناعة هذا الشي بيحمينا من مرض أي عنصر فيتامين سي إذا نحن ما بدنا نتناول أو نخاف أنه ناكل الشغلات أو ما بنعرف أنه إذا فيها فيتامين سي فانا هالصبح نجيب فوار فيتامين سي نشربه صباحا فقط لأنه بالليل إذا شربه الشخص ما بدريناه بتعطي طاقة عالية المكسرات الجوز اللوز الني طبعا هدول بتعطي طاقة والزبيب بتعطيك مناعة عالية التمر أكيد التمر كمان جاي حكي عنه كتير قوي التمر سواء بالكربوهيدرات فيه ونشويات وفيه دهون وفيه فيتامينات ومعادن المصادر وبأول مناعة فالتمر شي يعني سبحان الله فيه وكل شي الأجبان والألبان بتقول لك المناعة بنفس الوقت احنا بحاجة لألال لأنه بتدفي بشكل عام ما في شي ما بأول مناعة الشغلات اللي ممكن نحنا تأزينا ما تفيدنا هي المقالي هي الأكل فاست فود هي المعجنات أما الخضار والفواكه حتى النشويات بكميات قليلة أو النخالي وهي كلها نحنا بحاجة لإله بالمناعة وبالسعرات الحرارية ببنكيد إيفانا نحنا دائما بنحكي عن أهمية المي بالجسم الناس بالشيطة أوقات بتقولك أنه بيخف تناوله للمي لأنه باردة ما عد بتهتم لأنه ما عم بتشويب ما عم تحس بعطاش فبتخف لكن جسمنا هو بيحتاج كمية هالمي نفسها نفسها سواء كنا بالصيف أو سواء كنا بالشتاء بدائل هادا الشي في ناس تقولك أنا بشرب أربع خمس كاسات شاي باليوم هادا الشي صحي هلا أربع خمس كاسات أوكي صحي طبعا بس ما بعد الأكل بدو ساعتين هلا أوكي ما أنا مشكلة ممكن نحنا نصطاعد عنا بهالأساس بس نحنا نكون ثمان عشر كاسات باليوم لحتى يطلع السموم لحتى يحرق شحوم لحتى يحميكي حتى طلعنا السموم فأنتي قويتي مناعتك تطلبوا المي الدافية في ناس تقول أنا بدفي مي بشرب على الريء مدى صحة هاي العادة وخصوصا أنه كتير تم تداول أنه هي بتعمل سرطانات لا لا ما بتعمل شي أبدا لا لا المي الضافي والمي الباردي أبدا آخر الدراسات أوجدت أنه لا هي مي مي شو مان كان ممكن بس أنه تأذي إذا المي باردي البلعوم وإذا كنا بالشتوية ممكن تعمل صدمة أحيانا إمتا ممكن تعمل صدمة بس لما بكون الشخص صايم تكرع المي الباردي بتعمل تشوك للمعدة ممكن تأذي أو بتعملك تلبوكات معادية أما شي تاني لا لا حتى ممكن تذكرتين عصيرة المي الدافية مي داتي الصبح الصبح يمكن مع عصرة ليمون كتير منيح للجهاز المناعي على الريء ممتازة تحميلك ومنيح للجهاز الهضمي كمان بتروح الأمساك فهي أبدا خاطئ هاي القصة هاي بشربوها برياح عادي تمام يعني كمان إيفانا في سؤال دائما بتدولو اللي بيعملو دايت عن عدد الوجبات أنه لازم مو ضروري مثلا نياكلو ثلاث وجبات ناكلو خمس وجبات ولكن بكميات قليلة شو رأيك وشو النوعية اللي بنا نحكي فيها هو الأصح خمس وجبات ثلاث وجبات أساسيات وجبتين خفيفات الفطور يكون دائما لازم بشكل عام يكون فيه النشويات والخضار والفواكي والدهون شوي بشكل قليل هلا بالنسبة للنشويات ممكن تكون الفطور العادي بفضل الخبز الأسمر أما اللي بده يسمان فياكل سمون وخبز أبيض هنا نفس السعرات الحرارية بس لأن الخبز الأسمر أو الألياف الخالي بتشبعك أكتر ما أنك تاكل خبز أبيض يكون في موجود البيض ممكن الزيتون الزعتر اللبنة هلا ما شرط كلهم بس أنا عم عدد بشكل عام دايما لازيكون فيه خيار وبنادورة يختمها بقطعات حلوة صغيرة نحن كمان فينا باليوم ناكل قطعات أصبع شوكولاد نحن ما بنحرم حالنا هي أهم معلومة التي هي اليوم لك كله نحن نتناوله ما بنحرم حالنا لأنه خصوصيا إذا بدنا نتناوله بعض الفطور لأنه يعطينا طاقة خلال النهار وبيدفي بين الوجبة الفطور والغداء بيكون فواكي قطعات فواكي والغداء هو شو الطابخ الأم يبعدوني على الفاستبود بعدوني على المعجنات بعدوني على المقالي لأنه مقالة فايدية بقالة عن سعرات حرارية ودهون وكل استرول أنتم ما كنبي حاجة لقلع بعدين في فواكي قطع تاري ممكن مكسرات نية ممكن أو بوشار زبديد بوشار والمساء يكون في بين العشن اللي هو كمان خفيف مثل الفطور يفضل ما يبتعدو عن الطبخ كمان اللحمة؟ تمام اللحمة بفضل أنه على الغداء تكون ممكن إذا كتير رجاء على المساء إذا معزوم على العشن واحد؟ شيش مش شوي سودا مشوية شيش شكلك معزومة أو بنعزمة كتير أوكي مشي أو بلش بيه سلطات حس بالندم؟ لا ما تحسوا بالندم متى ما شخص حس بالندم بيزيد وزنه يصير السعرات الحرارية بالدوبة لا كل وما في داعي يزيد خلاص ممكن تحرق تاني يوم ممكن تعمل أي شيء تاني ممكن لأن الحالة النفسية بيقولوا الحالة النفسية هي بتأثر الواحد لما بيكون مكتئب جسمه بيفرز لحالة هرمونات بتسمين الجسم فلا تكتئب كل وانت مفسوط بتنحفون صحة حكي انت مفسوط هذه اللي خبرتناها لا إيفغانا لتعطينا هذه المعلومة لا ما تندمي كلي وعرف حالك أنا بكرة بتحرق إيهم أو بتلعب رياضة أو أي شيء بس حالة سالية يمكن حالة طبيعية جدا نحن هلا بموسم أعياد بموسم الأعياد ما فيكي ما تجعملي ما تاكلي ما تكوني معزومة ما فيكي تقولي أنه أنا بدي أكل صنف واحد بس يا جماعة صوصي مع الأهل تماما يعني لقمة من هون لقمة من هون تلاقي حالك تلعطي بشي أربع خمس أصناف هذا الشي بيئزي الجسم أنه أنا أكيد هلا فيه أكيد بيئز هلا شو من نعمل هون منظغر اللي الصحون تمام منظغر الصحن وقت فيكي تاكلي من كل الأنواع تقريبا صحن كبير ممكن أكلتي مثلا محل صحنين كبار فيكي تاكلي أربع صغار مات أنت نوعتي أكلتي منه والمعلقة مظغرة هيك نحنا ظغرنا الكميم بما تحسي بس أكلت اللي بدك كله مظبوط يعني كمان الحلوة خلينا نحكي على الحلو العسل مثلا العسل قديش أنه بيعطي طاقة ونسبة السكريات فيه كثيرا ومثل ما ذكرتي هلا التمر قديش فيه طاقة يعني هلا ممكن سبع تمرات مثل ما بيقولوا أو ثلاثة تمرات على الريق تغني عن عدة وجبات للي بيعملوا نظام غذائي كثير صحب هلا أنا مع أنه أوكي التمر هو فيه كل المصادر والفيتامينات وبروتينات وهي الأساس بس ليش نحنا ما بنحب أنه فيه رجيم يقول عنه حليب وتمر بيقول لك طب هو أوكي كامل بالمصادر الغذائية نحنا هننحف بس يوم اللي بدنا ننحف ونخلص من هذا النظام هكون مشتهين للنشويات لللحمة هارجع ضوبل لأكلي نحبلش افتحها بالعامية لح اغلط مشان هيك لأ النظام الغذائي مو تحرم حالك أوكي ثلاثة مرات كثير منها خصوصين قبل الرياضة بيعطوا طاقة بيحرقوا طعمة الحلو كمان بتدفي ثلاثة أو خمسة أو سبعة هنو طبعا فردي ليش لأنه حسب السن النبوية مو لأنه والله الزوجي بيسمين والفردي ما بيسمين هو هاده القصة بس أما القصص الثاني منسبة للحلو مثل ما قلت ممكن نتشارك نعمل شهير شان محل ما ناكل قطايفة ناكل نصا نبتعد عن القطر محل ما تكون مقلية القطايف نكن شوية أو الشغلات التانية تكون مقلية نشوية أو نحطها بالفرن نتحايل بالمواد اللي نستخدمها بطبق بالحلو هيك نحنا مثل ما قلت مناكل الحلو من قلل السعرات الحلالية بس طعم بتكون نفسها طيب كمان هلأ رائج نوع من أنواع الحلويات اللي هي بيكون محلات أساسا بالاسبرتان يعني بيقولولك هاي عوامة دايت اللي بيحبوا العوامة كتير هاي عوامة دايت في ناس بتقولك إنه هيدا القطر هو معمول أساسا محلة مو بالسكر بالاسبرتان قدي صحة هادا الشي وهل هو فعلا بيخفف من كمية سعرات الحرارية الموجودة بهاي الحلويات؟ أكيد بيخفف وبيعطي حلاوة بس إنتيهم الفكرة أنه فعلا هنم مستخدمين هادا الشي أو لا أولا ما منعرفش عن هيك بيفضل أنه الأم ستة البيت إذا عملناها نحنا بالبيت تمام هيك بتخفف سعرات الحرارية بالنسبة للشكل النظامي أكيد بتصير فيك تاكل شوي أرياحية بس إنه برجع بأكد ستة البيت تعملنا نحنا منعرف إنه ممكن عاملنا ولا لا صح وبالنسبة للعوامي فيها المقالي فمالح تكون كتير دايت أدمن كما ما فيها فشلنا فشلنا بالحيرة هون فشلنا يعني إيفانا هلا كنا من شوي عم نحكي عن دراسات كنا عم نحكي عن المشروبات الغازية كولا وهدو القصاص حتى الكولا دايت خلينا نتطرق لأيلا اللي كنا عم نحكي فيها قديش المشروبات الغازية مؤذية لكل شي يعني بتخربت النظام الغذائي جدا يعني حتى مو بس النظام الغذائي بتاخذ من الكلس والكالسيوم تبعيك بسبب سمي عند البطن والخواصر ما فيها ولا فايدة ولا شي حتى السفن أب حتى السفن أب هلا هي لأنه فيها مواد الغازية هاي هلا السفن أب أخفها من الصبرات الثانية بس كلهم تسبب إدمان طبعا أولا بسبب زيادة بسعارات حرارية عائلة حتى اللي هي الدايت أوكي الدايت تفضل عن العادي إذا في الأشخاص كتير مدمنين بس كمان الدايت هي ما فيش اسمه الدايت بالنسبة للمشروبات الغازية بالجسم لحاله في بعض الأجسام أحيان بتحول لسعارات حرارية نظامية أو بتصير مثل مثل الكولا النظامية فهي يفضل إنه إذا انت كتير مدمن على المياه الغازية أو الكولا والبيبسي نبلش نحنا نطلع بالعصير نستبله بالعصير وشوي شوي نستبله بالماء وشوي شوي بقى نوقف هالقصص مدغري ما بيقدر الشخص فورا يتركه طيب إيفانا بعض الناس اللي بتابعونا وكتير بيجينا مساجات على صفحتنا على هذا الموضوع إنه نحنا بنحكي بشكل عام عن كل الناس وشو لازم يساوي بس في ناس نحنا ما كتير بنحكي عنهن هنا لفترات دواما طويلة وهدول أكتر ناس بيتلخبط نظام غزاؤن يعني بيفيقوا الصبح وقت ما بلحقوا يفطروا بيكون عندهم دوام بيجوا بياكلوا بنص النهار وجبة تقيلة بيرجعوا بعد شوي بتعشوا عشا تقيل فهدول كيف ممكن ننساعدهم نحنا؟ هدول بدوني غيروا نظامهم الحياتي حتى لو شغلهم طويل بدوني عاودوا حال بدل ما في الساعة سبعة ونص بثماني بدي لطلع بدي لبس عن نص ساعة في الساعة سبعة بيعيني الله بفتر نظامي بأكل نظامي بعدين بطلع بشرب ولو انو شربت شوي نس كافية اكلت قطعت بس حلو او فواكي او كعسة عصير وتوست وشي عسارية ما ما اطلع معدي فاضي؟ ابدا هايك نحنا ما بلش بقى استقلاب صح حرق صح ما حيجوع اصلا خلال النهار ممكن يعني البيضة ما حيج تكون كتير بالدوائد انت تلبس حط بيضة مسلوقة فيك تأكل البيضة المسلوقة بتشبعك خلال النهار بتعطيك الفوسفور والطاقة مع كعسة حليب او صندوشة زعتر هدول ما في الشيء اسهلين يعني ما عم نقدر بتعمل صفرة طلع على شغلك اكيد فيه بريك ساعة او ساعتين بريك ممكن تاخد بس ساعة ساعتين بريك تكون معك سناك صغير اللي هنه فواكي بوشار مكسرات اي شي بيكون ما فيو سعرات حراري تعطي طاقو تمام بعيدني عن الكافيين بعيدني عن الدخان انو هدول كلهم مالهم مفيد صاحب اللينا طبع انا ستريس شغلي بدك تغير حياتك محل الدخان كل فواكي لما بتشتير تخين عالغدا بدك تروح وقتك طويل متشرب كعسة مي بالاول شعب ما تكون المعدة الى فترة هلا اذا بلش متما انا قلت ما عد بقى المعدة متعودة عم تستقلب صح وعم تحرق صح نفترض لا فطر ولا شرب ولا عمل شي شرب كعسة مي بلش بالسلطات شعب ما يصير في عندك صدمة للمعدة بصير عندك تلبك وتاكل هالكميات الكبيرة بعدين فتبلش بقى واجبتك النظامية هلا العشرة يفضل يكون بين وبين انهم ثلاث ساعات فهنا هلا الاساس اني بدون يغيروا نظامنا الحياتي لحد انا بعطيك شو لازم تاكل بس انت بدك تساعدني كمان تمام تمام يعرف هاي النصايح ما قدر يحضرنا بقدر يشوفها على اليوتيوب شكرا لك شكرا لك سلمة هلا رح نروح لطقوس الميلاد المجيز